السلام عليكم مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم البنات أسرع طريقة نحضر بها السفاق ديال الشعرية توجد معي في نصف ساعة او اقل تكون واجدة وكتجي رائع جدا وكتجي ناجحة مئة بالمئة فإلا ستعرفوا معي طريقة تحضير ذيالها معي لكم الا تابعوني الى الاخير ولا اعجباتكم الوصفة اليوم لا تنسوني شمالي لايك ديالكم وتعليقاتكم وكذلك كما تساوش تابعوني الى الانستغرام غنخلي لكم الرابط ديال صفحة ديالي اسفل هاد الفيديو في صندوق الوصفة هنا كيفما تشوفوا عندي 500 جرام من صفة او الشعرية الخاصة بالصفة ونوعية تكون جيدة فإلا بغيتوا تعرفوا معي النوعية اللي اتعملت معي لكم الا تخلي وليا في تعليق وغادي ان شاء الله نكتب لكم النوعية اللي استعملت باش تاخدوها لانك تنجح معي بهذه النوعية هادي ونبدأوا على بركتي الله كيفما تشوفوا فاخديت الشعرية دهن تبشوا يديا الزيت وغادي نوضعها في كسكات وغادي نخليها كتفور عشرين دقيقة بالتمام يعني كنعطيكم الوقت اللي هو مضبوط فغادي نوضعها فوق طنجرة اللي وضعت فيها الماء يتغلى وتنخليها كتفور عشرين دقيقة فصراحة هالطريقة والتي هي المعتمدة عندي لانك تجي رائع جدا البنات فجربوها وردو عليها في سريقاتكم يكفي انكم تتبعوا المراحل والخطوات اللي غادي نشرح لكم اثناء الفيديو سوف نغطي على الكسكات ونخليه فوق النار عشرين دقيقة من بعد غادي نزو الكسكات من فوق النار هنا البناس بعد ما مرات عشرين دقيقة كانو نحطها كل اسفادية في حد الاناء وغادي نوضع غادي نضيف لها ذاك الماء اللي بخرتها فيه يعني الماء اللي كان في الطنجرة كان نغطي عليها بالماء ونضيف لها شوية دي المليحة وغادي نخليها لبنات عشر ديال دقيقة قد 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 ما نخلي واش كتر إلا خليناها كتر غادي تعجن لنا فعشر ديال دقيقة حتى كتشرب هاداك الماء هناك ما كتشوفو غادي ناخد الماء من الطنجرة ونضيف لها بوحد اما فورشيطة اما شي حاجة هكا رقيقة ولا اظهر ديال المغرفة أنا انا وضعت شوية ديال الملحة فكتجي سهلة بزاف هالطريقة هذي صراحة اكس بريس يعني دغياء دغياء صافي هنا بعد اما كنحلها بهذا الملعقة الخشبية غادي نغطي عليها ونخليها عشر ديال دقيق حتى كتشرب بطبيعة الحال من اللي كتمر عشر ديال دقيق إلا لقينا بقي فيها الماء غادي نصفوها منه لقيناها شربته كامل صافي غادي نغطي عليها غادي نغطي عليها ونخليها كما قلت لكم من قبل عشرة ديال دقيق ترتاح وتشرب الماء عنك كيفما كتشوفوا معي سفاديت قريبا نراهية واجدات شربت الماء نضيف لها طريف الزبدة ثم نضيف لها زبيدة ثم نضيف لها زبيدة ثم نضيف لها زبيدة نضيف لها زبدة نضيف لها زبيدة الغلية صافي وكالطيب صافي كنارة ده فوق النار علما تطلع فيها الغلية وسنقدموها بصحة والراحة بطبيعة حال انا اليوم غدين ندفنها غدين دير فيها مرق دير الدجاج مع البصلاة والزبيب يعني كيعطيها مادق وكيعطيها اضافة وكتجي سفا ديالنا من اروع ما يكون سهلة وسريعة نتمنى انها تنال اعجاب ديالكم مرة اخرى البنات اللي اعجبكم هاد الفيديو ما تسونيش مني لايك ومن تعليقات ديالكم اللي كتشجعني على العطاء وعلى المزيد وكذلك ما تنسوش تابعوني على الانستغرام غدينخليكم الرابط دير صفحة ديري اسفل هاد الفيديو في صندوق الوصف ودبا البنات اللي اعشاق البدنجان اللي كتشاق البدنجان وخاصة المقلي فغدي نقدمو لكم اليومين شاء الله في الفيديو الثاني بوحد الخلطة ليزوينا وبزفتي الناس اللي جربوه ونجح معاهم فابقوا معايا ما تشوفين في حال فعندي كمية ديال بنجال فالكمية كتبقى على حسب الرغبة ولا حسب يعني شحال بغيتو تخدمو ديال بنجال مقلي فانا هنا غدي نكتفي بقطعة واحدة او حبة واحدة اللي غسلتها وقطعتوها هكا الى شرائح رقيقة ثم غدي نوضعو في حد الاناء وغدي نضيف لي شوية ديال الملحة وغدي نخليها ديال بنجال حتى يطلق ديال الما دياله كامل فمعروف على ان الخضر لما كنضيفه لالما كنطلق الماء دياله اللي كيكون فيها وحنا خصناها كانت خلصوا من الما ديال بنجال باش كيجينا هكا مقرمل ومقرمش فعلا كيجي زوين بزاف سوف نوضعو جانبا ونمرو باش نوجدو الخلطة بنسبة الخلطة فهنا كناخد واحد البول كان وضع جوج مع القبار من دقيق جوج مع القبار هكا عمرتهم نضيف شوية ديال الملحة لان نسبة قلي وضعت الملحة في بنجال نسبة ملعقة من الكامون ملعقة صغيرة من البابريكا او تحميرا القليل من الفلفل الاسود والقليل من الفلفلة الشونية او السودانية ثم غدي نحتاج لواحد الفصل ديال التوم هنا غنوريكم واحد الحيلة باش كتحكو التوم كتجيكم هكا بحلي لم تحونة فكنا اخذو هكا شوكا او فورشيطة وتنحكو التومة على دوك السنينات الرقاق ديال الفورشيطة وتنحصلو على التومة اللي هي عالج بحلي لم تحونة بالنسبة لها التومة ممكن تعوضوها بالتوم بودريلا عندكم واحد نسبة ملعقة من ربعة ثلاء نسبة ملعقة فانا وضعت هكا كفص طاري كيف ما كتشوفوها هكا نحصلو على التومة رقيقة بزافة بحلي لم تحونة فهدي حيلة ملحية المطبخية اللي تمنى انها تفيدكم يوما ما ثم نضيف القليل من الخميرة الخاصة بالحلويات ما يعديل واحد نسمعي القصغيرة وقد نعجن هاد العجين عن تخلطو بالماء نضيف الماء بشوية حتى نحصو على القوام اللي يبغينا في العجين او في الخليط من بعد غاديل ناخد واحد طراب يداوي باش غنطرب مزيان هاد دقيق باش نتخلصوا من هادوك الحبيبات اللي كي يكونوا فيه هناك غنطرب مزيان الخليط باش كنتخلصوا من كل الحبيبات خصو نلقاوها كتف عدنا عجينة لها او موجين ما فيهاش الحبيبات نصفي غادي نستمر من بعد غادي نوضعوا جانبا وغادي ناخد دنجال كنوضع واحد المنديل كي يكون هاكا قطني وغادي ننزل فيه القطاع دي للدنجال على هاد الشكل فكن نستفد دنجال وكنوضع عليه المنديل وكننشفوه فممكن تحطوا عليه حتى شي حاجة تقيلة وتخليهم مدة طويلة راها قد ما هاد دنجال كي ينشف من الماء قد ما كي يجيكم مقرمش وكي يجي زوين كيجي هاد اللي بيني زوينين دي للدنجال كي يجيو الداد ومقرمشين فانا فقط غنضغط عليه مزيان حتى كننشفوه مزيان بالمنديل وغادي نمرو باش نوجدو القلي ديالو نوجد مقلات هنا وضعت مقلات فوق النار كنوضع نصف كأس من الزيت لا غير فهنا يستحسن نوضعو مقلات صغيرة ونوضع كمية قليلة من الزيت حتى قاعد نضيفو الزيت باش هكا ما يبقاش عندنا الزيت اللي كي يكون هكا في الاخير كي يبقا وكان نرميوه صافي هنا بعد ما تخنات الزيت كنجربها بحد شوية ديالو عجين وضعتها في هذا العود هادا يعني صافي ما دام كتكش كشرة صافي الزيت هنا ساخنة كن بدك ناخد القطة عديل بنجال كنوضعهم في الخليط كنلبسهم بهد العجين هادا وكنننقطر شوية ما نخليش يوم الخليط بزاف كنحاول نتخلصهم الزيت وغادي نوضعوه في مقلات العافية هنا كتكون مطر والسيطة ما تكونش طالعي لكنت طال عرض غير تحرق ليكم وما يطيبش مزيان العافية تكون في الوسط والحاجة اللي غادي نقول لكم البنات للامانة فما كانش دنجال مقلي اللي ما غاديش يهز الزيت ما كانش مستحيل نقلي الدنجال في الزيت وما ياخدش كمية من الزيت مي بها الطريقة هادي كياخد كمية اقل مقارنة اننا نصعبوه بطريقة اخرى فهذا هو اللي بغيت نوضح ليكم وبالنسبة للناس اللي ما كيبغيوش هاته الدنجال مقلي فانا اصبق لي انزلت الدنجال مشوي في الفرن كيجيته هو رائع جدا هادي نخلي لكم الرابط ديالو اسفل هاد الفيديو اول تعليق هتلقاوا الرابط ديال بنجال مشوي اللي سبق لي حضرتو حتى هو كيجي رائع جدا يسبل الناس كيتابعو الحمياء وف نفس الوقت كيبغيو هكا الدنجال بهالطريقة هادي طبيعا الحال طريقة ديال الدنجال في الفرن هي مختلفة نوعا معا هادي ولكن تهو كيجي بنين وكيجي لديد بزاف صافي هنا كنستمر كنقلبوه هكا الدنجال حتى كيتحمر من الجهتين كيف ما كتشوفوها هوا هنا تحمر مزيان كنقلبوه تحمر من الجهة الاخرى وكنحاولوها كنناخدوه لو نزوين هكا ما نخليه هش حتى يتحرق لان اللون تهو كيعطينا هكا ممزل وغادي نستمر حتى غادي نكمله في القلي ديالو كامل فلما نوضعوه في المقلات من الاحسن نخليه حتى كتبدا تنشوف هديك الخلطة الفقانية ديال الطبقة الفقانية كتبدا تنشوف شوية باش هكا ما ينزلش لكم هديك الخلطة في المقلات سافي غادي نجيبو حد الباسوار وكنننزلو فيها كنخلي حتى كيت تختر مزيان من الزائد ديال الزيت وغادي نزلوه في طبق او صح نتقديم ونرجع معاكم تشوفوا معايا الشكل نهائي ديال ديال بنجل ديالنا بعد مما كملنا في القلي فكننحطوها كعلا ديبانية ديال الدنجل واعرين والداد وزوينين وبطبيعة الحال اي حاجة كتكون مقلية في الزيت طرح كتجي بنينة هناك ما كتشوفوا كملت صافي كما تشوفوا را شرب كمية من الزيت ماشي ما شربش الزيت ولكن نتيجة كتجي رائع جدا وكان هذا هو شكل ديال الدنجل ديالنا بعد مما حطيته في صح نتقديم كيجي مقرمش كيجي بنين بزف 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 اتمنى الفيديو دليو ما يكوننا لإعجابكم مرة أخرى إلى عجبكم الفيديو ما تساونيش من جام واتبا اختجي الفيديو وكذلك إلا كنت تزور القناتي أول مرة ما تنسوش شاركوا معي في القناة تفعلوا الجرس باشتوصلوا بكل جديد وإلى اللقاء